مثلما حدثتكم عن رشيد الحسيني ما هي المرجعية الرشيدة أنتجت لنا من رشدها رشيدة فجاءنا حمارا مكعبا هذا هو نتاج المرجعية الرشيدة نتاج المراجعي متنسون العظام العظام يعني الإخرية هذا هو معنى العظام العظام يعني الإخرية تذكروا هذا المعنى أنني أتحدث عن المعنى الحقيقي لا أتحدث عن المعنى اللغوي فمراجع النجف وكربلاء هؤلاء يعرفون وينكرون سفلة منحطون من أقولكم ذول هتلية وسرسرية هذا مدح لهم هذا قليل وقليل بحقهم هناك مساران ولقد حدثتكم عن هذين المسارين في العديد من برامجي السابقة مساران حدثنا القرآن عنهما المسار الكوثر والمسار الأبتر سورته الكوثر تحدثنا عن مسارين عن المسار الكوثر وعن المسار الأبتر هذا منظار من مناظير دراسة التأريخ أين نضع الحركة الطوسية عبر عقائدها التي شرحتها لكم وعبر تفسيرها الناقضي لبيعة الغدير هل نضع الحركة أطوسية في كل أبعادها التأريخية هل نضعها في مسار الكوثر أم نضعها في المسار الأبتر لقد بيّنت لكم حقيقتها لا يمكن أن تضع في المسار الكوثر إنها تنطبق انطباقا كاملا على مواصفاتي وخصائصي المسار الأبتر أنتم صنفوا أنفسكم الإنسان أعرف بنفسه من غيره صنفوا أنفسكم إذا كانت ثقافتكم ثقافة طوسية فإنكم على المسار الأبتر دائما أقول لكم في برامجي طهروا عقولكم من ثقافة مراجع النجف وكربلاء سمعتم هذا الكلام مني كثيرا عرفتم الآن لماذا لأن مراجع النجف وكربلاء طوسيون طوسيون ما هم على دين العترة الطاهرة هؤلاء هم أتباع وأبناء وسادة المسار الأبتر الطوسي الأبتر على رأسهم لو كان الطوسي من أتباعي ومن أبنائي المسار الكوثر هل كان يفسر القرآن بطريقة التي فسر بها القرآن لو كان طوسي من أبنائي ومن أتباعي المسار الكوثر هل كان يحرف أصل العقيدة المحمدية العلوية أصل واحد إنه الإمام المعصوم هل كان يحرفها إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة إنه أبتري رجل أبتار دينه أبتار لو لم يكن أبتريا هل كان يبتر النصوص التي ذكرت أمير المؤمنين من الرسالة المقنعة لشيخه المفيد حينما شرحها في تهذيب الأحكام هل وهل الكلام الذي مر علينا لا مجال لإعادة ذكر كل التفاصيل التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة فمن أي مسار أنت أنت أيها الشيعي من أي مسار من المسار الكوثر أم من المسار الأبتار المسار الكوثر تحكمه قواعد من جملة هذه القواعد سأشير إلى أهمها القاعدة الأولى أقرأ عليكم من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال قد يعداني كتاباً واحداً وقد يعداني كتابين من كتابي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران صفحة ميتين وثمانية وأربعين إنه الحديث السادس بسنده بسند الصدوق عن جابر إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به قاعدة خطيرة لكنها من جملة قواعد المنطق الكوثري إنه منطق علي لكنني أتحدث في ناحية من نواحيه هذا هو منطق بيعة الغدير الذي بايعنا عليه هذا علي يفهمكم بعدي هذه قواعد التفهيم الباخر يقول صلوات الله عليه من لم يعرف هو يتحدث عن الشيعة ولا يتحدث عن النصارى ولا يتحدث عن أتباع السخيفة بني ساعدة إنه يتحدث عن الذين يقولون إننا علويون إننا زهرائيون إننا حسنيون إننا حسينيون إننا سجاديون إننا باقريون الإمام يتحدث عن هؤلاء من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به أول مصداق هم مراجع النجف وكربل لأنهم ينكرون ما جرى على العترة الطاهرة من الظلم هؤلاء أسوأ من الذين لا يعرفون هؤلاء يعرفون وينكرون ولذا وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا ضعفاء الشيعة ما هم ضعفاء الأجساد ولا ضعفاء الجيوب أموالهم قليلة إنهم ضعفاء العقول الذين سلموا عقولهم لهؤلاء السفلة الذين يقالوا لهم مراجع فعبثوا بعقولهم فملأوا فملأوا عقولهم خراء وغباء وضلال وطوسية وسخة وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربلاء من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح عبر الذين يبلغون لهم ويبلغون عنهم مثلما حدثتكم عن رشيد الحسيني ما هي المرجعية الرشيدة أنتجت لنا من رشدها رشيدة فجاءنا حمارا مكعبا هذا هو نتاج المرجعية الرشيدة نتاج المراجع متنسون العظام العظام متنسون هذه المراجع العظام العظام يعني الاخرية هذا هو معنى العظام العظام يعني الاخرية تذكروا هذا المعنى أنني أتحدث عن المعنى الحقيقي لا أتحدث عن المعنى اللغوي فمراجع النجف وكربلاء هؤلاء يعرفون وينكرون سفلة منحطون من أقولكم ذول هتلية وسرسرية هذا مدح لهم هذا قليل وقليل بحقهم هذا هو المنطق الكوثري من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به قاعدة خطيرة خطيرة جدا هذا يلزمنا أن نتثقف بثقافة العترة الطاهرة وأن نكون على الطلاع بحديثهم وإلا كيف نعرف سوء ما أوتي إليهم كيف نعرف سوءه ما لم نطلع على سبيل المثال على دعاء صنمي قريش ما لم نعرف تفاصيل الذي جرى من خلال ما بيّنه لنا أمير المؤمنين في قنوتي صنمي قريش إنه من أدعية القنوتي في الصلاة لابد أن نعرف حقائق زيارة عاشوراء لابد أن نعرف حقائق البراءة ولابد أن نعرف ما جرى من الجرائم في عاشوراء ولابد أن نعرف ظلامة فاطمة هذه التي يشير إمامنا الباقر هنا بالدرجة الأولى إليها من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا ما جرى على الزهراء بقي وإلى اليوم يقض مضاجع العترة الطاهرة العنوان الأول صحيح 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 أن ما جرى في كربلاء له خصوصيته أن الخيول تجري على حسين على رمال الغاضريات له خصوصيته ولكن الإمام هنا يشير بالدرجة الأولى إلى ما جرى بين الباب والجدار هذا هو ألمهم هذا هو ألمهم المسمار نبت في صدورهم جميعا حين حين نبت المسمار في صدر أمهم نبت في صدورهم جميعا ألم المسمار في صدر فاطمة أشد على الحسين من السهم المثلث الذي ما خرج من قفاه إلا وأخرج معه ثلثا من قلبه هكذا تحدثنا كتب المقاتل ألم مسمار صدر أمه لأشد عليه وأشد عليه من تلك الحوافر التي داست على صدره وهو على قيد الحياة فهويت إلى الأرض جريحا جريحا يا حسين تطأك الخيول بحوافرها جريحا قبل أن يقطع رأسه فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها ذلك المسمار نبت في صدورهم آلامه لا زالت تقض مضاجعهم الباقر هنا يتحدث مشيرا مشيرا إلى كل آلامهم لكنه يشير إلى الذي جرى بين الباب والجدار أتعلمون لماذا أتعلمون لماذا إنها نكبة علي نكبة علي الألم ألم علي نكبة علي لا تماثلها نكبة ألم علي لا يماثله ألم حين يقول الباقر وما نكبنا به أعظم نكبة يتذكرونها نكبة علي ونكبة علي تتجلى وهو وهو يرى فاطمة ولابد أن يقدمها قربانا فهذا هو برنامج القرابين الذي صار بديلا عن برنامج الغدير الأمة الملعونة الملعونة لا لعنة الله عليها غدرت ببرنامج الغدير إلا إلا تلك القلة من الأوفياء سلمان المقداد جندب أبو ذار ومن التحق بهم إلا تلك القلة من الأوفياء تدبروا في الحديث وتذكروا نكبة علي تذكروا ألم علي من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا متى ذهب حقهم حينما ذهب حق علي هناك ذهب حقهم لقد ذهب حقهم جميعا متى حينما ذهب حق علي لقد نكبوا جميعا متى حينما نكب علي الصورة التي تتجلى فيها نكبة علي حينما سقطت فاطمة على الأرض بعد أن استل المسمار من صدرها الشريف ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ولست أدري ولست أدري ولست أدري ولست أدري خبر المسمار سل صدرها سل صدرها سل صدرها خزانة الأسرار والباب والجدار والدماء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به نستجير بك يا صاحب الأمر نستجير بك يا صاحب الأمر نذهب إلى فاصل عوالم العلوم مع مستدركاتها العوالم للمحدث عبد الله البحراني وهي أساسا مستدرك على بحار الأنوار للمجلس المستدركات لمؤسسة الإمام المهدي وهذه الطبعة طبعتها قموا المقدسة هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صفحة خمسمية وأربعة وخمسين حديث طويل عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه إنها اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله المجلس فيه أمير المؤمنين وفيه الزهراء وفيه الحسن الحسين العترة الطاهرة العقيلة زينة والحديث فيما بين رسول الله وأمير المؤمنين وصديقة الطاهرة أذهب إلى موطن الحاجة إلى قاعدة من قواعد المنطق الكوثري هكذا نقرأ التأريخ وهكذا نفهم العقائد إنه المنطق العلوي إنه المنطق الذي بايعنا عليه في باعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هذا هو التفهيم المحمدي العلوي الفاطمي رسول الله يقول لأمير المؤمنين في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله واعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي والملائكة يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن انتهك حرمتها وويل لمن أحرق بابها وويل لمن آذى حليلها وويل لمن شاقها وبارزها ويستمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول سيد الكائنات لفاطمة وهذه هي القاعدة القاعدة هنا لفاطمة ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي هذه قاعدتنا هذه القاعدة تضاف إلى القاعدة التي سبقت هكذا هكذا نقرأ التأريخ وهكذا نفهم عقائدنا وهكذا نشخص صلتنا بمحمد وآل محمد ضمن إطار هذه الرؤية حدثتكم سابقا أحدثكم الآن وسأحدثكم مستقبلا هذه قواعد المنطق الذي أزن أفكاري وعقائدي ورؤايا وكل مبنى من المباني التي أعتمدها في تفسير أو في استنباط عقيدة أو في استنباط فتوا أو حكم من فتواهم وأحكامهم صلوات الله عليه ولا أبالي بغير ذلك لا أبالي بضلال الطفسيين السخفاء وأبرأوا إلى فاطمة من دين الطفسيين من أولهم إلى آخرهم وألعنوا دينهم من أوله إلى آخره ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي لا يضحكون عليكم يخرجون في مسيرة يتباكون يظهرون الحزن المراجع والعلماء وظيفتهم الأولى أن تكون عقائدهم سليمة وأن يعلموكم العقائد السليمة لا أن يشاركوكم في مجالس العزاء هذا أمر جيد لكن هذا في حاشية المطلب يعلمونكم الخراء يملؤون رؤوسكم بخراء النواصب ثم يلبسون السوادة ويخرجون معكم في مجالس العزاء هذه أضحوكة شيطانية يضحكون بها عليكم وأنتم ستخدعون لماذا؟ لأنكم حمير لأنكم حمير أنتم حمير أنتم حمير المراجع يركبون على ظهوركم ويفعلون فيكم ما يريدون أن يفعلوا هذه القواعد لا بد أن تطبق على الفكر أولا يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة هؤلاء الذين يشاركونكم في مجالس اللطم والعزاء من أصحاب العمائم ما هي عقيدتهم؟ ما هو فكرهم؟ عقيدتهم طوسية نجسة فكرهم طوسي نجس هؤلاء قذارة لماذا يشاركونكم العزاء؟ إما أن تدفعهم العاطفة وإما يريدون أن يتقربوا إليكم لكنهم يحتكمون إلى جهل وجهالة وإلى سفه وسفاهة ولقد عردت عليكم أبرز المبلغين الذين يعلمونكم دينكم من الأموات ولا زال حياً في فكره فيما بينكم ألوائلي ومن الأحياء عردت عليكم رشيداً حسيني ولاحظتم جهله وجهالته وسفهه وسفاهته قطعاً هذا يكشف عن المرجعية التي اختارته لكم هذه مرجعية سفيهة ما هي برشيدة لو كانت رشيدة لجاءتكم برشيد في العقل والمنطق لا برشيد في الإسم وهو سفيه في العقل والمنطق هذه مرجعية سفيهة المرجعية السفيهة هي التي تنتخب لكم السفه والمرجعية الرشيدة هي التي تنتخب لكم الراشدين لكننا ما رأينا راشداً جاءت به هذه المرجعية السفيهة ففاقد الشيء لا يعطيه هذه المرجعية فاقدة للرشد والرشاد فكيف تستطيع أن تشخص الراشدين وكيف تستطيع أن تتعامل مع الراشدين فكيف تستطيع أن تشخص الراشدين وكيف تستطيع أن تتعامل مع الراشدين إنها تتعامل مع السفهاء وشبيه الشيء منجذب إليه والخرى يجمع مع الخرى هذه هي الحقيقة لا يجمع الخرى مع المسك المسك يجمع مع المسك والخرى يجمع مع الخرى هذه هي الحقيقة من الآخر واقع التكوين هكذا وواقع التشريع هكذا وواقع الحياة وواقع التجارب هكذا يقول وهذا هو المنطق الذي يحكمنا جميعا ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي ثالثا الصديقة الكبرى في خطبتها خطبت المهاجرين والأنصار يا معشر النقيبة وما هم كذلك لكن المقام يقتضي أن تقول هذا الكلام فلكل مقام كلام يا معشر النقيبة لأن زهراء بعد ذلك ستصفهم بأنهم أتبعوا الشيطان لكنها لا بد أن تخاطبهم بهذه الطريقة يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام هكذا كانوا في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات ليس الجميع البعض خصوصا الأنصار يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام هذا الخطاب لا زال مستمرا يوجه إلي وإليكم أنتم يا أيها الزهرائيون أنتم يا أيها الحسينيون أنتم يا أيها المهدويون ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي لماذا هذا التقصير في أمري لماذا هذه الأمة بقيت على تقصيرها أتحدث عن الشيعة لا شأن لي بنواصبي سقيفتي بني ساعدة أولئك هم الذين قتلوا فاطمة وهذه الأجيال هي من أبنائهم لا أتحدث عن أبناء صلبيين إنني أتحدث عن الأبناء العقائديين فيلم سينمائي فيه ما فيه من النواقص والخلل أتحدث عن فيلم سيدة الجنة ماذا فعل النواصب في مواجهة هذا الفيلم وهو فيلم سينمائي من الأفلام السينمائية العادية والعادية جدا ماذا فعله ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده المرء يحفظ في ولده هذه أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث نفسه الذي قرأت عليكم ما قرأت قبل قليل حين قال رسول الله لفاطمة ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي رسول الله رسول الله وضع يد فاطمة في يد أمير المؤمنين وقال له يا أبا الحسن هذه وديعة الله وديعة رسوله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل هذه وديعة محمد بيننا فاطمة هي قيمة ديننا وذلك دين القيمة الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وذلك دين القيمة الباقر في تأويلها يقول القيمة فاطمة فاطمة ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي هذا أمر بقي موجودا على طول الخط تسألوني عن الدليل تريدون مني دليلا على ذلك الدليل عند فاطمة الدليل عند صاحب الأمر قبرها مضيع إلى يومنا هذا أين خبرها هذا هو الدليل هذا هو الدليل فاطمة تركت دليلا لنا حين أمرت بتضييع قبرها تركت دليلا لنا يا أيها الزهرائيون زهرائيون نحن وسنبقى سنبقى ونموت هكذا زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي نذهب إلى فاصل صار واضحا ما المراد من المسار الكوثر وما المراد من المسار الأبتر ملامح المسار الكوثر أشارت إليها هذه الكلمات التي قرأتها عليكم ما جاء في حديث إمامنا الباقر وما جاء في حديث رسول الله وما جاء في خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم جميعا وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين أما المسار الأبتر فإنما تستبين الأمور من أضادها حينما عرفنا ملامح ومنطقة ومذاقة ومزاج المسار الكوثر فإننا في الوقت نفسه عرفنا منطقة ومذاقة ومزاج المسار الأبتر إنه يناقضه ينافره المسار الأبتر ينافر المسار الكوثر لأجل هذا أريد أن أعرض المذهب الطوسية القذرة الوسخة النتهن على هذين المسارين على المسار الكوثري وعلى المسار الأبتري وأترك الحكم إليكم أبدأ برمز من رموز المذهب الطوسي كما كتبوا على مقدمة كتابه الإمام الأكبر من هو الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء هذا كتابه جنة المأوى جنة المأوى لمن الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء هذه الطبعة المصححة بتحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي الطبعة الثانية طبعة دار أنوار الهدى قموا المقدسة ألف أربعمية وستة وعشرين هجري قمري صفحة مية واثنين وستين إنه ينكر ظلامة فاطمة قلت لكم هم يعرفون وينكرون فهم أسوأ من الذين تحدث عنهم إمامنا الباقر وهم الذين لا يعرفون سوء ما أوتي للعترة الطاهرة من ظلم سيكونون شركاء لأولئك المجرمين على أي حال ماذا يقول محمد حسين كاشفوا الغطاء ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني هو وجدانك إحنا بيش نشتري بنعالم قطع أبقندر عتيق أحاديث أهل البيت واضحة الإمام الصادق يقول ضربوها حتى قتلوها أنا وجدانك هذا وين أصرفه بيام راحيض أحطه ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي إذا إذا عقلك ترى للي أنا ما أفعل لك إذا عقلك ترى للي مفضل الله يقول أنا لا لا أتفاعل هو لا يتفاعل هو لا يتفاعل مع هذه الوقاع لا يتفاعل هذا التفاعل داخلي خارجي أنا ما أدري هيكون روح سيلة ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية ابن الأواد أهل البيت هم اللي يعجون شنو سجايا عربية شنو تقاليد جاهلية ماذا الضراط يا شيخنا كهشف الغطاء ماذا الضراط يا أيها الشيخ العظيم شنو تقاليد جاهلية شنو سجايا عربية احنا نقول لك أحاديث أهل البيت موجودة روايات صحيحة يقولوا انظربوها إلى أن ماتت إلى أن انقتلت لقد ماتت بسبب هذا الضرب بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء إلى آخر هذا الكلام زينو هذه الوقاعة الكثيرة التي عمر بن الخطاب ضرب فيها النساء من الصحابيات ومن نساء الصحاب الأحداث المفصلة في كتب التأريخ عمر بن الخطاب كان يضرب النساء مثل ما يضرب الرجال كان يضرب النساء أيضا أنت ما قاري بكتب التأريخ ما هذه الأحداث موجودة في كل كتب التأريخ معقول ما قار الطبري الأحداث موجودة في الطبري في تأريخ الطبري وغير تأريخ الطبري بس هذا سوء التوفيق سوء التوفيق شلون يصير لونه بنفسه جي مقلم أبيض وأحمر هو هذا سوء التوفيق طيعت الحظ هذه طيعت الحظ مو لونه برتقالي طيعت الحظ هي هذا إمامنا الباقر ماذا قال الذي لا يعرف سوء ما أتي إلينا يكون شريكا قرأت عليكم الرواية محمد إحسين كاشف الغطاء هنا شريك معهم شريك معهم في ضرب الزهراء هؤلاء الطوسيون الثولان هم ميذرون هؤلاء شركاء أولئك ألا لعنة على المذهب الطوسي القذر هذا نتاجه هذا نتاجه القضية لا تقف عند هذا الحهد سوء التوفيق هذا يقوده إلى ما هو أسوأ إلى أن يقول في صفحة 163 وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر عودوا إلى برامجي لقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل لا أريد أن أتناوله لضيق الوقت لكنني تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل عودوا إلى الحلقات المختصة به وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت الزهراء ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب الزهراء خرجت عن حدود الآداب هذا هو كلامه في كتابه الزهراء خرجت عن حدود الآداب وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها ورواه متفضل أنه ما خرجت من الآداب مدة عمرها إلا هذه المرة هذه المرة خرجت عن حدود الآداب ومع من؟ مع أمير المؤمنين الزهراء تخرج عن حدود الآداب مع أمير المؤمنين هذا هو المنطق الطوسي الخرائي القندرائي ماذا أخول أكثر من هذا؟ من أقولكم ذولا هتلية وسرسرية ما تقبلون شو تقولون هسا؟ ذولا هتلية وسرسرية لو مو هش شكل شو تقولون؟ نذهبوا إلى فاصل من أقولكم ذولا هتلية وسرسرية تلوموني تلوموني بعد شو تقولون أنتم؟ حتى خرجت عن حدود الآداب أيام قناة المودة الفضائية تحدثت عن هذا الموضوع وهكذا قلت قلت من أن كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب في النجف ضجوا علي ضجيجة هو يقول عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب ما بيش هذا بس آني قلت من أن كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب حينما قال عن الزهراء ما قال وفي الحقيقة هذا قليل في حقه هذا الكلام يستلزم الكفر هذا الكلام يستلزم الكفر يستلزم الخروج من الدين إلا إذا تاب الرجل ولكننا لا نملك دليلا على توبته لا زال كتابه يطبع وأهله عشيرته موجودون في النجاف لماذا يتركون هذا الكفر وهذه القذارة في كتبه على أي حال لست مسؤولا عن هذا فهذا كفر صريح حينما يقول عن الزهراء هذا القول الزهراء بحسب آية التطهير مطهرة من كل رتس الخروج عن حدود الآداب هو رتس الزهراء مطهرة منه لكننا ماذا نفعل لهؤلاء الأغبياء الزهراء من هؤلاء الطوسيين هو نفسه يمدح قتلة الزهراء في كتاب يفترض أن يكون عنوانه أصل الشيعة الطوسيين أصل الشيعة وأصولها يفترض أن يكون الكتاب أصل الشيعة الطوسية وأصولها وأصولها فهذا الكتاب لا يمثل أصول أو أصل شيعة الزهراء هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان وقد قدم لها مرتضى العسكري وكل جنس لاحق بجنسه ألا ترى أن الفيل يألف الفيل في صفحة التاسعة والأربعين من الكتاب يتحدث عن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد هو يقول من أن أمير المؤمنين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثر ولم يستبد أنه بقصى أنه ولم يهد ويهد وأخضى عما يراه حقا له إلى آخر الكلام الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح فهل أن أمير المؤمنين يخالف القرآن؟ القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة الله يخاطب رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فكيف يستقيم التوحيد؟ حتى يقول محمد حسين كاشف الغطاء من أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد ويفتر على أمير المؤمنين يقول وحين رأى أمير المؤمنين وحين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد حتى يرى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد أي تكلمة توحيد هذا؟ عن أي شيء يتحدث هذا الخرف؟ أي توحيد هذا؟ التوحيد من دون بيعة الغدير يساوي صفراً وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ رسالة محمد صلى الله عليه وآله تبتني على التوحيد والنبوة والقرآن وحقائق الدين كل ذلك يساوي صفراً من دون بيعة الغدير بصريح القرآن فأي توحيد هذا الذي يتحدث عنه؟ هذا الجاهل في كتابه الذي يعنونه أصل الشيعة وأصولها لقد ترجم إلى الكثير من اللغات كي تقرأه الشيعة بمختلف اللغات كي يتعلموا هذا الضلال الطوسي وهذه القذارة النجفية الحوزوية الطوسية من محمد حسين كاشف الغطاء الأنكى من هذا يقول من أن أمير المؤمنين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد هذا افتراء على أمير المؤمنين هذا افتراء كبير وعظيم على أمير المؤمنين مثلما افترى على الزهراء وقال من أنها خرجت عن حدود الآداب ألا لعنة الله على دينكم هذا ألا لعنة الله على عقائدكم هذه ألا لعنة الله على حوزتكم ألا لعنة الله على طوسيتكم وعلى مذهبكم الطوسي وقت الحلقة انتهى للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله